طب سريعا كده على مدار الأسبوع فيه أرقام كتيرة اتحققت الفرق اللي طبعا كان لها مشاركة أوروبية قدرنا نحن طبعا نطلع بعض الأرقام الإيجابية أو السلبية بداتا من ريال مدريد كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الأسباني تقلق طبعا فيه ماتش ليفر بول الأسبوع اللي فات أصبح أكتر لاعب تسجيلا للأهداف أمام ليفر بول قدر أنه يهز شباك ليفر بول وبالتالي يرفع رصيده لستة أهداف في المنافسة طبعا جهوهارة ريال مدريد فينيسيوس جونيور أصبح تاني أصغر لاعب يسجل فيه ثلاث مباراة متتالية لريال مدريد فيه دوري الأبطال بعد طبعا أسطورة الفريق رايول جونزاليس نروح لبرضو مباراة ريال مدريد وليفر بول ولكن هنا نتكلم عن النجم المصري محمد صلاح اللي أصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفر بول بدوري الأبطال بتلت تمريرات عفوا بتلتاشر تمريرة حاسمة ده طبعا يعني إحصائية خاصة بمحمد صلاح وبشكل إجمالي ريال مدريد أصبح أول فريق يسجل أربع أهداف أو أكتر فيه مباراة خارج أرضه ضد ليفر بول في تاريخ البطولات الأوروبية طب نروح ليه الشاب الجورجي كفيتشا أنا بلاقي صعوبة في نقط اسمه الثاني ولكن هو كافرت خلية نجم نابولي والبالغ عمره 22 عام أصبح أصغر لاعب يساهم في تسجيل أكتر من خمسة أهداف بدوري أبطال أوروبا الموسم ده الحقيقة عامل موسم استثنائي ويعني جمهوره مش هيفرض فيه أعتقد يعني بلا جدال وبهدفه في مارما لايبزيك الألماني بدوري الأبطال أصبح الجزائري رياض ما يحرز خامس لاعب أفريخي يسجل عشرين هدف في دوري الأبطال خلفا لمحمد صلاح وديدي دروكبا أما يوفينتوس فيعني انفرض برقم إطالي سسنائي بعد تأهله لدور الستاشر لدوري الأوروبي وأصبح أول فريق إطالي يتمكن من التأهل على الأقل لدور الستاشر في آخر حداشر موسم لي في المسابقات الأوروبية إنجاز يحسب للنادي لتواخيرا ولأول مرة في تاريخه الأوروبي يتأهل ليفر كوزن الألماني لدوري لدوري الإقصائي بإحدى البطالات الأوروبية بعد خصارته في ملعبه ذهابا ورغم خصارة بارشلونا أمام مانشستر ينايتد هنلاقي المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي وصل للهدف رقم خمسة وعشرين بقميص البلوجرانا الكاتروني في كافة البطالات وبالرقم ده سجل ليفة خمسة وعشرين هدف أو أكتر في اتناشر موسم على توالي على مستوى الأندية اشتركوا في القناة